أعتقد أن هذه لها ثلاثة أسباب أساسية أسباب كثيرة لكن ثلاثة أسباب رئيسية بس قبل أنا والله لفت نظري الآية هذه الآية العظيمة يعني يدفع بالتي هي أحسن أحسن حتى ليس الحسن أنك تختار الأحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة ماذا يحدث؟ كأنه ولي حميم والله هذه الآية مفروض تبقى نبراس لأن بعض الناس ييأس يقول هذا عدو سيكون عدو للأبد ولا ينفع معه الإحسان هكذا لا ينفع معه الإحسان تأتي الآية لتكذب عص الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة تنقلب هذه العداوة إلى مودة لكن أعتقد أن ما يحدث بين الأزواج ويحدث حتى بين الأصدقاء وكذا في سبب في تقديري أننا نحن آسف تكلم بصراحة المشارقة أو معشر العرب نخلط ما بين الثقافة المشرقية والعربية ومن بين الإسلام حتى لو تديننا والتزمنا وكذا لأن التربية المشرقية تعلم الرجل أن كمال الرجولة وكمال الفحولة أن لا يكسر أنفه ولا يكسر كبرياء ولا يعتذر وبخاصة إذا كان هو مظلوم يعني بين قوسيني سوقته أخطأت أيوة أخطأت في حقه لا يمكن وتعلم المرأة أن لا أنت ما لديك كرامة أنت كرامتك في الأرض ديري بالك كده يعني ستطاول عليك أكثر بدل أن نرجع لميزان الإسلام يعتبر هذا يعني ممكن من باب الدروش يعني يقول لك هذا ما يفهمش في الحياة وهذا والله خطأ كبير جدا والشيء الثاني في تقديري هما شياطين الإنس لأن شياطين الإنس يعني أنا في تقديري يعني كان إن كيد الشيطاني كان ضعيفا لكن لما جاء في وصف كيد الإنسان إن كيدهن عظيم هذا ضعيف وهذا عظيم فأعتقد أن أحد الأسباب أنك أنت لا تتفطن دفاعك يكون مفتوح لأنك جالس مع إنسان ناصح مع إنسان طيب فيفسد العلاقة ينمي الشر نحن مشكلتنا نحن في ليبيا نقول محاريك محاريك الشر الذين يحركون الشر في النفس والإسلام أجاز الكذب لإصلاح ذات البين هذا يكذب يفسد ذات البين والله يزيد في الكلام ممكن الشيخ عصام قال كلام في إطار تجريدي ينقل ما فهم وما فهم خطأ فهذه مشكلة شعاطين الإنس لهم أعتقد دور كبير أحيانا دكتور ونيس أنت لما تدخل توصلح بين سنين بيبقى كل واحد فيهم يحتاج يفضف بالزبط يحتاج يطلع الطاقة فهذه يقول لك ده هو وعمل وسوق مش جورة تنقل هاله للتاني عشان تولعه وبيطلع الطاقة وثقة تنفيك ثقة تنفيك وأمنا معك مش بيقول لك كده عشان تروح تنقل هالتاني وإنه يقول له ده يولع فيك بجاس بالأمانات كما لكن هو المهم الشيخ حاتم طبعا وشيخ ناشر عصام المهم هو دائما هذا هو الواقع وهذا ما يحدث وهذه أسبابه لكن كيف الخروج منه هذا دون شك يحتاج مجاهدة يحتاج معرفة الأسباب لكن من ضمن هذه الأشياء أننا نحن نقص على أنفسنا طيب نحن الذين نحمل هذه الأشياء والضغاين أنا أتحدث الآن مع المشاهد الكريم هل أنت لا تخطي يعني ما كلنا أصحاب خطأ ولهذا العرب عندهم حتى عنترة كان عنده بيت من الشعر يكتب بماء الذهب يقول يعني لا ينال العلا من يحمل الحقدة يعني لا ينال العلا من يحمل الحقدة ولن يبلغ المجد من طبعه الغضب فحمل الحقد ينزل بالإنسان على المستويات السامية العالية وكلما الإنسان ترفع عن حمل الأحقاد والضغائن كلما كان في مستوى أعلى ورقى وماذا يقول الكندي يقول إن الذي بيني وبين بني أبي وبين بني عمي لمختلف جدا يعني إلى أن يقول ولا أحمل الحقدة القديمة عليهم وليس سيد القوم من يحمل الحقدة لا يحمل الحقد في الأخير يحاول المرء ما استطاع أن يتخفف من هذه الأحقاد والله حتى نكون جميعا حتى لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم قال مخموم القلب والخم في لغة العرب هو نحن اليوم نقول الكنس هذا دليل على أن حتى نكون من أصحاب القلب المخموم نحتاج باستمرار نكنس من خليش الزبالة تتكدف بسرحة تتخمر وتتعفن الضغائن هذه مثل كناسة أو الزبالة فلازم باستمرار نخم قلوبنا بين حين والآخر أيضا هذا يأتي بالصقل بالصيام بالذكر أيضا بمجالسة الناس الذي يغلب عليهم الصفحة يغلب عليهم الصفحة هي ليست مسألة سهلة والحمد لله أننا في هذه القناة المباركة وفي هذه الليلة المباركة التي اجتمع فيها ليلة الجمعة وليلة النصف من شعبان يعني أن نحاول أن نبدأ صفحة جديدة نحاول وأن نستقبل رمضان وأن نعفو أنا لا أقول حقوق الله عز وجل هذه حقوق الله عز وجل أحيانا العفو عليها يضيع الحق لأن بني إسرائيل كما في حديث السنن أول ما بدأ الفساد في بني إسرائيل أن كان الرجل يعظ أخاه ويقول لا يحل لك هذا ثم لا يمنع ذلك أن يكون في ثاني يوم أكيله وشريبه حتى ضرب الله قلوب بعضهم ببعض هناك فرق بين النعف على المسألة الشخصية لتتعلق بشخصي وعرضي وكذا مشاكل كلها في المسألة الشخصية أحيانا تكون مسألة فعلا لا قليل قد لا نحن بس البعض أحيانا والدماء والأعراض والحقوق هذه لا تسقط بالتقادم ولا يملك أحد أن يسقط حقوق يعني يجيب لك أعفو طيب أنا ممكن أعفي عن دمي أعفو عن دم مثلا ابني ذا يعني أنا وليه لكن عن دماء الناس أملكوا عن أموال الناس عن أعراض الناس والحق العادة أن تأتل في مدان وفي دم الناس ثم أرعب الناس وجرأ المجرم للقاء القتل طبعا لماذا أقول هذا الكلام لأن أحيانا يستخدم الخطاب الديني للتخدير ولإضاعة الحقوق أن تعفو حجة النهاء فلتعفو ومن ضربك على خدك الأيمن على علاقات المسلمين بعضهم وبعض داخل المجتمع